أهلا بكم مجدداً في الحرة الليلة بين سطور الإعلان عن صفقة مصرية فرنسية ضخمة لبيع القاهرة العشرات من مقاتلات رفال قرأ كثيرون رسالي إثيوبيا بينها بينما يؤرق الملء الثاني لسد النهضة في غضون يسابيع خاطر مصر والسودان من شح مائي يهدد أمنهما في 2015 كانت مصر أول دولة في العالم باستثناء فرنسا تتلقى مقاتلة رفال وتحليق دفعة من هذه المقاتلات التي سلمت لمصر في سماء القاهرة آنذاك ربطه المصريون برسائل لدول إقليمية فيما كانت العلاقات مع قطر وتركيا أسيرة تداعيات الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والآن وبعد المصالحة مع قطر وما يحكى عن وساطات لرأب الصدع مع تركيا تعود رسائل الرفال لتحوم في سماء القاهرة مع إعلان كل من فرنسا ومصر التوقيع على صفقة جديدة لبيع ثلاثين مقاتلة رفال قادرة على تنفيذ مهام بعيدة المدى للأخيرة ضمن صفقة تقارب أربعة مليارات يورو على أن يبدأ التسليم في غضون ثلاثة أعوام وليست هذه بالرسائل الوحيدة الصادرة عن القاهرة في الأوينة الأخيرة في ظل تعثر المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة فبينما كان الوفدان المصري والسوداني يعلنان فشل ما وصف بمفاوضات الفرصة الأخيرة في كنشاس الشهر الماضي كانت المقاتلات المصرية والسودانية تحلق فوق مجرى نهر النيل في سياق المناورات الحربية نسور النيل إثنين وهي النسخة الثانية من المناورات المشتركة بين القاهرة والخرطوم والتي نظمت بعد أقل من خمسة أشهر على النسخة الأولى وشارك فيها سلاح الجو والقوات الخاصة وتثير الرسائل تلك الكثير من التكهنات بشأن مغزاها وتوقيتها خاصة وأنها ترافقت مع تهديدات كلامية مباشرة وغير مباشرة صدرت في نفس الفترة بقول للأشقاء في أسوبيا بلاش أن نصل لمرحلة أنك أنت تمس نقطة ميا من مصر فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث عن خيارات مفتوحة وعن زعزعة للاستقرار يصعب تخيل مداها في حال لم توافق إثيوبيا على ربط التعبئة الثانية للسد المقررة في يوليو باتفاق ثلاثي على توزيع الحصص المائية بما يقل القاهرة والخرطوم من تداعياته المحتملة وتعزز التطورات الأخيرة الشكوكة بأن تكون مصر قد قررت الانتقال من مرحلة التهديد بعمل عسكري إلى مرحلة التحضير الفعلي له مع ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمفاوضات سد النهضة التي تعقف الولايات المتحدة على أحيائها لينقاش مشاهدين معنا من القاهرة عمر الشبكي مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعبر سكايب من فرجينيا جمال بشير أحمد المحلل السياسي الأثيوبي ورئيس جمعية السلام والتنمية الأثيوبية مرحبا بكم أستاذ عمر أبدأ معك صفقة الطائرات الفرنسية التي اشترتها القاهرة هل هي رسالة تهديد لأثيوبيا أم أنها أداة حرب رأت القاهرة بأن لا بد منها حينما خلصت كل الخيارات مع أثيوبيا مساء الخير عليك وعلى الزميل الضيف وعلى السادة المشاهدين لا أعتقد أنها تمثل رسالة تهديد لأثيوبيا هذه الصفقة هي جزء من استراتيجية القوات المسلحة المصرية لتطوير قدراتها ستتلقى مصر هذه الطائرات في 2024 30 طائرة وبالتالي موجود كما جاء في التقرير ومعروف هناك 24 طائرة موجودة تمتلكها القوات الجوية المصرية وبالتالي الحديث عن طائرات ستصل بعد ثلاث سنوات سيمتلكها الجيش المصري أعتقد أنها مسألة بعيدة المدى لأن إشكالية صد النهضة نحن نتحدث عن شهر حاسم تعصر في المفاوضات وبالتالي طائرات تصل بعد ثلاث سنوات ستكون نتحدث عن أسابيع قليلة لحسم مسألة الملء الوحادي إذن كان الأمر ضمن صفقة كانت مبرمة أساسا بين القاهرة بين مصر وفرنسا أستاذ عمر لو سمحت لي فقط نريد أن نستفهم الموقف الإثيوبي مع ضيبنا من فرجينيا أستاذ جمال بشير أحمد أستاذ جمال هل فعلا بأن هذه صفقة بسيطة عادية بين دولتين حول شراء أسلحة هكذا تراها أيضا إثيوبيا بما يخص الطائرات الفرنسية التي اشترتها القاهرة أشكرك أولا أخي الكريم وكذلك الضيف والمشاهدين إلى الآن طبعا بالنسبة لإثيوبيا تعودت مثل هذه الأمور خاصة منذ الآوينة الأخيرة التي تفاقمت موضوع سد النهضة مثلا مناورات عسكرية وتضامن عسكري مع السودان خاصة مع دخول جيش السودان إلى المنطقة المتنازع فيها والتضامن المصري يعني يأتي مباشرة دون مراعاة لدولة أثيوبيا الشقيقة بالنسبة لمصر أيضا يعني أنا كنت أتمنى أن لو كان أهل مصر لم يفعلوا هذه الأشياء حتى لو كانت النيات بريئة ولو كانت أيضا لأن التوقيت أيضا له دلالات وتوقيت الملء الثاني أيضا له دلالات نعم توقيت الملء الثاني إذن لم يحل أي نزاع مائي الذي يعني الآن إذا تكلمنا في الماء يعني أثيوبيا هي التي دولت منبع النيل الأزرق مئة في المئة فهي الآن تبني يعني باتفاق وكذلك أيضا بشهادة من مصر والسودان على أن هذا السد سد لتوليد الكهرباء وهم الذين شهدوا له قبل كل أحد فلذلك يتمضي قدما في هذا وما حصل من خلاف في مسألة الفنية قد يؤثر سلبا عليهم فإثيوبيا بددته في ندائها الأخير بدعوة سودان ومصر هذه تفاصيل مهمة أستاذ جمال بما يتعلق بسد النهضة نعم سنتحدث عنها بشكل تفصلي الآن نريد أن نستعرض ما قاله وما استعرضه وزير الري المصرية من أهم التحديات المائية التي تواجهها البلاد مؤكدا أن هناك نقصا كبيرا في المياه ما يؤثر سلبا على قطاع الزراعة في مصر أكد الوزير أن مصر تعاني من نقص وفجوة مائية في الموارد المتجددة للمياه بنسبة 90% وأن مصر تعيد استخدام نحو 42% من المياه المتجددة تستورد مصر أيضا وفقا للوزير 54% من المياه التي تحتاجها في محاولات لسد نقص المياه الذي تعاني من البلاد لا تمتلك مصر أي موارد داخلية للمياه المتجددة وتعتمد على المياه القادمة من خارج البلاد وتشير التقارير إلى أن 97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود تؤثر التغييرات المناخية سلبا على قطاع المياه في مصر نتيجة التقلبات المناخية الحادة وتقليل القدرة على التنبؤ بكمية المياه والتأثير سلبا على جودة المياه وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة تشكل أيضا الإجراءات الأحادية والأحادية التي تقوم بها أثيوبيا لملء سد النهضة أحد أبرز التحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بقطاع المياه خصوصا مع تكثيف يدي سبابا مؤخرا من جهودها لبدء الملء الثاني للسد إذ تؤكد مصادر صحفية مشاهدين أن الحكومة الأثيوبية بدأت بتجفيف الممر الأوسط لسد بالكامل وباشرة الأعمال الإنشائية تمهيدا لتعليته وصب الخرصانة المسلحة ما يعني أن الموعد المرتقب لبدء الملء الثاني سيكون الثاني من يوليو المقبل تزامنا مع بدء موسم الفيضان وسط هذه الأجواء بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فلتمان بدأ جولته في المنطقة في مسعى لحل أزمة سد النهضة وبهذا الصدد أكدت الرئاسة المصرية في بيان لها على أهمية الدور الأمريكي في حل أزمة سد النهضة وأشارت عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المبعوث الأمريكي جيفري فلتمان إلى أن مصر تعاول على وساطة واشنطن لتغيير موقف إثيوبيا في وقت وصفه البعض بالحرج تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على خط أزمة سد النهضة من جديد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فلتمان بدأ أولى جولاته الأفريقية بزيارة القاهرة التقى خلالها عددا من المسؤولين المصريين في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تؤكد من خلالها الإدارة الأمريكية مسعيها الجادة في حل الأزمة وفق مراقبين التدخل الأمريكي تعاول عليه مصر في تغيير موقف إثيوبيا المتعنت كما يقول دبلوماسيون لم تكن دولة في وزن الولايات المتحدة لديها وسائل للإقناع لا أريد أن تستعمل كلمة الضغط فأعتقد أنها أكثر المؤهلين لهذا لأن كما قلت ليس فقط الولايات المتحدة الولايات المتحدة لا تأثير ليس على أثيوبيا نعم على كل الحلفاء الذين يساعدون في التنمية في أثيوبيا ولا أظن أن أثيوبيا تسعى إلى أنها تكون على علاقة غير حميدة بكل أطراف العالم بما تمثله الولايات المتحدة المفاوضات المستمرة منذ عقد وصلت إلى طريق مسدود مطلع إبريل الماضي فكل طرف يتمسك بموقفه وتصر أثيوبيا على المضي قدما دون انتظار اتفاق ملزم وهو ما ترفضه مصر والسودان وتعتبرانه يمثل تهدينا لأمنهم المائي والقومي وحياة شعبيهما وتطالبان بدور فعال للوسطى فيما تنفي أثيوبيا نياتها الإضرار بجيرانها المفاوضات الحالية فشلت بشكل كامل لا يوجد أي أرضية مشتركة بين الدول السلاسة يمكن أن تنطلق منها حتى مباحثات قادمة إثيوبيا تنظر إلى قضية السد والمياه بأنه سد إثيوبي محلي داخلي تقول الأرض أرضنا والمياه مياه هنا والسد سدنا في حين النظر المصري والسوداني للنهر بأنه نهر دولي يغضع للاتفاقيات الدولية بما فيه اتفاقية 1959 التي تعطي لمصر حقوقها المائية 55.5 مليار متر مكعب من المياه وتعطي للسودان 18 متر مكعب من المياه ولعبت الولايات المتحدة دورا هاما في الأزمة أبرز محطاته استضافة جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث في واشنطن مطلع 2020 أصياغة وثيقة لما تم التوافق عليه بينهم بحضور ممثل من البنك الدولي ولم توقع عليها سوى مصر رغم الترحيب الرسمي بالتدخل الأمريكي في ملف سرد النهضة وأمالي كثيرين في أن يفتح مجالا جديدا للتفاوض حول الأزمة لا يخفي البعض تخوفه من إضاعة مزيد من الوقت سيما مع تراجع إثيوبيا العام الماضي عن التوقيع على وثيقة واشنطن هاشم الناع الحرة القاهرة مشاهدين وهذه عودة لضيفي من القاهرة عمر الشبكي مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعبر سكايب من فيرجينيا جمال بشير أحمد المحلل السياسي الإثيوبي ورئيس جمعية السلام والتنمية الإثيوبية ورحب بكم من جديد أستاذ عمر يعني بين وساطة أمريكية أريتيرية وحتى أفريقية بالنسبة لمصر هل هذه هي الفرصة الأخيرة لأننا نتحدث عن قرب موعد الملء الثاني لسد النهضة بالتالي كيف لمصر أن تتمسك بهذه الفرصة وربما تعتمد على ما تقوم به هذه الدول ليقناع إثيوبيا لمسألة تأجيل الملء الثاني للسد أعتقد هي الفرصة الأخيرة لأن مصار المفاوضات على مدار السنوات الماضية تحت الرعاية الأفريقية أو المفاوضات السلسية بين مصر وأثيوبيا والسودان كل هذا المصار فشل ولم يسفر عن شيء هذه أعتقد هي المحاولة الأخيرة دور الولايات المتحدة سيكون دور أساسي ومحوري لأنه كما هو معروف الخلاف هو خلاف على القانون الدولي على الأعراف المستقرة أثيوبيا تنطلق منه هذا نهر أثيوبي وعبر كثير من المسؤولين الأثيوبيين عن ذلك حين تحدثوا عن أنه تحول إلى بحيرة نهر نيل الأزرق تحول إلى بحيرة أسيوبية ومصر والسودان والقانون الدولي الذي ينظم عمل الأنهار في كل مكان في العالم ينطلق من أنه نهر دولي ولا تتحدث القوانين الدولية عن شبكات الأنهار الدولية لا أحد ينطلق من مفهوم السيادة المطلقة على النهر في العالم حتى ننتهي من هذه النقطة وبالتالي أعتقد هي مفاوضات الفرصة الأخيرة نعم انسحبت من التوقيع على اتفاقية كانت أيضا برعاية الولايات المتحدة وبالتالي أدى الأمر إلى ما هو عليه اليوم في حال أيضا لم تنجح هذه الوساطات ما هو الموقف المصري؟ أعتقد نحن سيكون هناك باب لكل الخيارات سيكون هناك محاولات مع مجلس الأمن الدولي ستكون هناك محاولات في محكمة العدل الدولية سيكون هناك محاولات لاستدعاء الربعية أو أن تختار مصر أخيار اضطراري وأخير ولا يفضله أحد لا في مصر ولا في أسيوبيا ولا السودان وهو المواجهة الدفاعية في هذه الحالة لأنه الذي يمثله النهر هو ليس خلاف حدودي بين مصر وأسيوبيا أو خلاف حدودي بين السودان وأسيوبيا إنما هو تهديد وجودي لـ 150 مليون بني آدم يعيشون في كما أؤكد مرة أخرى هو تهديد وجودي لشعبين يعيشان في المنطقة بالإضافة لنسف فكرة الشراكة التي نعتز بها دائما بين مصر والبلاد الإفريقية وبين مصر وأسيوبيا والسودان لأنه بهذه السياسات الأسيوبية المتعنفة أستاذ جمال بشير أحمد ضيفي من فرجينيا بالنسبة لأسيوبيا هذه الوساطة الجديدة وساطة أمريكية دخول أمريكا على الخط من جديد هل ستؤثر برأيك بحسب المعطيات الآن الموجودة على حل حلة هذه المسألة وعدم الوصول أي طرف من أطراف هذا النزاع للا سمح الله الحرب أو هذه المواجهة التي يرفضها الجميع نعم أخي أنا أتوقع سيكون لهذه الوساطة الأخيرة الآن إذا كانت لا تنهج مثل سابقتها التي تعودناها من ترامب أو دونالد ترامب فيكون إن شاء الله نتمنى أن يكون هناك حل أقرب من هذه وأما مسألة الخيارات التي دائما نسمعها من قبل الإخوة في مصر الإعلامي أو غيره فهذا طبعا إثيوبيا لن ولا تخاف من هذه كلها لأنها ركيزتها الحق هي تعمل في أراضيها كما قالوا لماذا يعني هم يكبرون المسألة هذا لا أدري الأرض أرضها والسد سدها وما أيضا سمته البحيرة كما هي تسمية البحيرة بحيرة ناصر فضل أستاذ عامر بحيرة ناصر فضل أستاذ عامر فقط لن نستمع من هذه المداخلة أستاذ جمال نهر نهر دولي هي هذه نقطة الخلاف هذه أستاذ جمال هذه نقطة الخلاف الرئيسية أنت تنطلق من أن مفهوم السيادة ينسحب على نهر دولي مفهوم السيادة ينسحب على الأرض الأسيوبية نعم ينسحب على حق أسيوبيا في التنمية وتولئيد الكهرباء وبناء السدود التي لا تضر بالآخرين السد نهر النيل بحكم تعريف القانون الدولي هو نهر دولي وليس نهر أسيوبي نعم إذن تسمح لي أن أجيب عليه إذن أنا أخي أيضا أسيوبيا تؤمن بهذا ولذلك جلست تتفاوض عشر سنين ولو كانت تعتقد أن هذا النهر نهر ليس دولي فلماذا تتفاوض أصلا ولماذا تطلب من السودان ومصر المشاركة ولماذا تطلب التبادل للمعلومات إذن هي تؤمن وكذلك السودان ومصر كما أشرت وقع لأن هذا السد سد كهرمائي لا يستهلك المياه وبالتالي مبني على شرفات ولكن أستاذ جمال حتى أيضا لا نخفل بأن خلال العشر سنوات الماضية نعم كان هناك حتى لا نخفل مسألة مهمة خلال العشر سنوات الماضية كان هناك الكثير من الخبراء من هذه الدول الثلاثة يتناقشون حول مدى تأثير ملء السد كان الأول من طرف أحادي قامت به إثيوبيا دون الرجوع إلى مصر والسودان والآن التهديد بالملء الثاني الذي يؤثر بحسب مختصين على البحيرات المتواجدة هناك فبالتالي هناك قلق قلق مشروع من قبل السودان ومصر وتريد التفاوض عليه نعم لكن هذا القلق الذي أشرت إليه خاصة من قبل الخبراء مثلا أنا الآن أعطيك مثال على أن الخبير الفني السوداني رئيسهم سيف الدين حمد مثلا كان يشير إلى أن هذا السد بأمان وأنه سينفع السودان أكثر مما ينفع السد العالي لمصر وهو كان يتكلم بهذه الطريقة إذن الخبراء كلهم أثبتوا على أن هذا السد لا يمثل أي خطر إلا في آوينة الأخيرة يعني لما سيسوا الموضوع وجعلوا يتكلمون خارج موضوع الفنية والأمور المتعلقة بالفنية يعني صارت الموضوع تقصد بأنه سياسة دخلة السياسة بالموضوع أعني به أن الأمر الذي يتعلق مثلا في المستقبل الآن مثلا هم يتكلمون عن سدود التي ما وراء مثلا هذا السد ولكن تحدثت قبل قليل أستاذ جمال لو سمحت لي اعتذر على المقاطعة من جديد تحدثت عن السودان وقلت بأن موقف السودان كان مؤيد وبعد ذلك تغير إثيوبيا كانت أيضا تروج قبل يومين أو ثلاثة أيام بأن السودان قد سويت معها هذه المخاوف بين إثيوبيا والسودان ولكن وزيرة الخارجية السودانية تقول بأن سد النهضة قضية أمن قومي أنا أرى أن هناك خلاف بين أهل السودان هم أنفسهم بين المؤيدين للسد وبين المعارضين فلذلك هذه مشكلتهم أما ما يتعلق بالخبراء مثلا وزيرة الخارجية ليست خبيرة ليست خبيرة في السدود لكن رئيس الوزير الري ياسر عباس قبل خمسة أشهر كان يتكلم أن لا علاقة صحيح هذه تصريحات كانت قالها نعم فيها السابق وبعد ذلك تم اتخاذ ربما موقف آخر أستاذ عمراء الكلمة الأخيرة لك تفضل بدقيقة لو سمحت فادح بالنسبة لكل الشعبين مصر على سبيل المثال إذا نقصت من الخمسة وخمسين مليون مليار مكتر مكعب خمسة مليارات سيعني ذلك بوار مليون فدان بلد تعتمد سبعة وتسعين في المئة منها على نهر النيل لا توجد أمطار لا توجد مياه جوفية وحتى هذه اللحظة ترفض أسيوبيا اتفاقا ملزما للملء والتشغيل نحن هذا يعني أننا نستهدف مصالح الحيوية لكل الشعبين كل تصريحات الخبراء في السودان في الأشهر الأخيرة بعد دراسات متأنية لسد النهضة كلها تؤكد على الأضرار المباشرة والبالغة التي سيتأثر بها عشرين مليون سوداني فورا الانتهاء من الملء الثاني فهنا المسألة ليست لا علاقة بالتسييس المسألة لا علاقة بأن هناك شعوب ستتضرر في مصالحها الموجودية والحيوية والأساسية أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة عمر شوبكي مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعبر سكايب من فرجينيا جمال بشير أحمد المحلل السياسي الاثيوبي ورئيس جمعية السلام والتنمية الاثيوبية شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة